بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين غدا الأربعاء القارس ماذا يخبأ التقس غدا ل13 محافظة وهل تتوقف الدراسة؟ غيوم وسقيع وأمطار بحسب ما ينهيئة الأرصاد الجوية عن تقس الغد يتضح تكون موجات من السقيع والغيوم مع فرص متفاوتة لتساقط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية ما يعدى محافظات جنوب الصعيد وتتكون موجات السقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين بينما تسود أجواء غائمة على المحافظات الساحلية والوجه البحري والقاهرة مع غياب أشعة الشمس معظم فترات النهار يتخللها سحب ممترة 13 محافظة الأقصر تأثر ومع استمرار حالة عدم الاستقرار حتى منتصف الليل والساعات الأولى من يوم الخميس حيث تدخل ذروتها في 13 محافظة بالوجه البحري بحسب بيان الأرصاد في وقت سابق وتكون محافظات ومدن الإسكندرية وبرج البرولوس والبحيرة وكفر الشيخ والمحلة الكبرى والدقاهلية دومياط وبورسعيد وطنطا والمنوفية والشرقية والقليوبية والقاهرة والجيزة وستة اكتوبر وهل ستتعطل الدراسة غدا؟ قرار تعطيل الدراسة وفقا لتبعات التقص موكل إلى المحافظين في الأقاليم التي تشهد تقلبات في درجات الحرارة وفرص لسقوط أمطار غزيرة قد تتعطل مع الحرقة والسير على الطرق السريعة وفي أجواء شبيهة بتوقعات التقص غدا قررت قبل ذلك عدد من محافظات الجمهورية أبرزها الأسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودومياط والقاهرة والدقهلية والمنوفية تعطيل الدراسة لديها في أوقات سابقة ولكن قرار تعطيل الدراسة من عدمه يصدر وفقا لبيان الأرصاد والتقرير المرسل مساء اليوم إلى السادة محافظين الأقاليم حيث يتم الإعلان عنه بشكل رسمي حينها مع الأخذ في الاعتبار خدوع معظم الجامعات والمدارس حاليا إلى امتحانات منتصف العام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر